أكثر من ربع مليون أردني يواجهون حاليا شكاوى لعدم سداد ديونهم ومهددون بالسجن بحسب المنظمة الأممية Human Rights Watch وسط مطالب بإيجاد حلول قانونية تحمي حقوق جميع الأطراف اضطر محمد إلى الاقتراض من أجل علاج ابنه وابنته المريضين لكنه يخشى اليوم أن ينتهي به المطاف في السجن بسبب عدم قدرته على تسديد الديون المترتبة عليه أنا أخذ قروض الديانت عشان أعالج أولادي علاج أولادي مكلف بس أنا بكلفني من فوق الخمس سلاف دينار هذا كله أحسابي أنا دخلي ما بغطي ملتزمات وإيجار بيت وأكل وشرب وعلاج فبضطر أن ألجأ له القروض ويعاقب القانون على عدم سداد الديون بالحبس لمدة تصل إلى تسعين يوما لكل دين وما يصل إلى عام واحد للشيك المرتجع أكثر من مليون متعثر بلغت قيمة هذا التعثر أكثر من ملياري دينار أردني وأيضا هناك أكثر من 130 ألف قضية منظرة أمام المحاك المشكلة الرئيسية أنه لابد أن القضاء أن يفرق ما بين المتعثر وما بين النصب وهذا للأسف يجب أن يكون هناك تعديل بالقوانين لأنه كثير من المتعثرين أو المقترضين بسبب الحال الاقتصادية لم يستطيعوا الوفاء بديونهم فأصبحوا متعثرين ولفتت منظمة هيومان رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان إلى أن أكثر من ربع مليون أردني يواجهون حاليا شكاوا لعدم سداد ديونهم بالـ 2020 اتعرضت لآخر ضربة بشكين معدلهم 7000 دينار ونحبست عليهم وما فيه مصاري عزمتني أنه خلص أني أنا أبيت بالسجن الحكم هذا كان عقد أجاري مخلص عقده صاحب الملك فاوض تسوية 7000 وطلعوا من السجن مقابل يسلم المحل وقررت الحكومة نهاية آذار الماضي إرجاء تنفيذ قرارات حبس المدين حتى نهاية العام الحالي شريطة أن لا يتجاوز مجموع المبالغ المترتبة عليه 100 ألف دينار وذلك مراعاة للظروف المالية والاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا ترجمة نانسي قنقر